أهدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب فوز جبل دخان في النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بتحقيق المركز الأول في الشوط الثاني رمز لقايا قعدان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا وأكد سموان رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعا لرياضات الموروث الشعبي أساس تحقيق هذه النتائج المتميزة معربا سموه عن شكره وتقديره للقائمين على المهرجان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر